وصلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي فجر اليوم إلى العاصمة الإثيوبية دي سابيبا للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية لوزراء البيئة الأفارقة وكانت أشغال الدورة التاسعة عشر لمؤتمرية وزراء البيئة الأفارقة التي انطلقت أمسي الخميس بمشاركة المغرب ستعكف هذه الدورة على تدارس المواضيع ذات الصلاة بتبادلات البيئية على المدى القصير والتي تشكل صلبا شغالات القمة الافريقية حول المناخة والتي ستنعقد بكينيا في شتنبر المقبل وكذا تحضيرات الدورة التاس الثامن عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الإطار لأمم المتحدة حول التغييرات المناخية ومشاركة أفريقيا في إعداد آلية دولية قانونية ملزمة حول التلوث البلاستيكي إضافة إلى تحضير الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة حول البيئة المنظمة من طرفي الأمم المتحدة وستجري وزيرة البيئة المغربية على هاميش المؤتمر عدة لقاءات مع عدد من نظرائها الأفارقة المشاركين في هذا اللقاء القرل